اشتركوا في القناة في الوقت الذي تواصل فيه القوات العراقية تقدمها ضد داعش في منطقة تلعفر اعلنت قوات البشمرقة الكردية عن اعتقالها لعشرات المسلحين التابعين للتنظيم بالقرب من قضاء تلعفر واضحت مصادر البشمرقة ان اعتقال العناصر تم في منطقة سهل المالح قرب قضاء تلعفر وذلك بعد ان سلموا انفسهم للقوات الكردية لدى وصولهم الى نقاط تمركزها قتل شرطيان في الجزائر عندما فجر انتحاري حزامه الناسف بعد محاورة دخول مديرية الشرطة في تيارت جنوب غرب العاصمة الجزائرية استهدف الاعتداء مديرية الامن في تيارت وفق ما نقلت الوكالة عن ادارة الامن الوطني ولم تتبنى حتى الان يتوجه تن هذا الهجوم قالت ثلاثة مصادر في الامم المتحدة يوم الخميس ان اكثر من 27 الف من مسلمي الروهينجا فروا الى بنجلادش هاربا من العنف في ميانمار خلال الاسبوع المنقضي فيما تقطعت السبل بنحو 20 الف اخرين قرب الحدود بين البلدين تنوي الوكالة الفضائية اليابانية البدأ باستخدام اقمار اصطناعية مكملة لنظام الملاحة الفضائية الامريكي جي بي اس بحلول عام 2018 وستطلق اليابان في العاشر من شهر اكتوبر المقبل قمرا اصطناعيا رابعا للاتصال من شأنه ان يستمر في تشكيل نظام الملاحة الفضائية المثير نظام جي بي اس ادى حجاج بيت الله الحرام الركن الاعظم بعرفات حيث وقف زهاء المليونين وخمسمائة الف حاج على صعيد عرفات بعد اكتمال تصعيدهم طوال يوم امس الى مشعر ميناء بكل يسر وسهولة وامان حيث بدأت المناسك بالمبيت في ميناء ليوم التروية تأسيا بالسنة النووية المشرفة وقع انفجاران ترافق مع تصاعد دخان اسود في مصنع عركمة الياباني بمنطقة كروسبي في ولاية تكساس الامريكية بعدما غمرته المياه نتيجة الامطار الغزيرة والفيضانات التي رافقت الاعصار حارفي وفق ما اعلنت الشركة المشغلة للمصنع بدأ تطبيق التراسل الفوري واتساب في توثيق الحسابات الخاصة بالشركات التجارية بعلامة خضراء نهاية الموجة شكرا لكم في المتابعة شكرا لكم في المتابعة